وباختصار بنكيلي بنك محمود ريف دوفيدك تعدل منه كل شي تحول منه الفضاء وتستقبل علي وتخلص منه في كاترك وتشري منه وتخلص جميع مشترياتك وتعدل منه اللوحة لاصحابك وتشري منه كريدي التليفون وقيمة اليوم أول سلاة للجمعة منذ اتخاذ القرار القاضي بتخفيف الإجراءات المتبعة في إطار محاربة تفشي وباء كورونا وشهدت بعض المساجد قبالا كبيرا من المصلين مما صعب من إمكانية تطبيق التباعد الاجتماعي في بعض المساجد حيان الصلاة أذين للمصلين بدخول المساجد لصلاة الجمعة فلبوا النداء ساعين إلى ذكر ويقامة شعيرة من شعائر الله بعد أن حال وباء كورونا بينهم وبينها لعدة أسابع خلت فإن من نعمة الله تعالى ومنته علينا وفضله علينا سبحانه وتعالى ورحمته بنا ولطفه بنا أن حفظنا من انتشار وباء فيروس كورونا حتى تمكننا من العودة لإقامة هذه الصلاة صلاة الجمعة تتميز مساجد نورات شوط في اتخاذ إجراءات السلامة وتطبيق الحد الأدنى من التوصيات التي تعتبرها أما أسباب الوقاية من هذا المرضى وتختلف الصور القادمة من المساجد باختلاف فهم القائمين عليها لضرورة التباعد الاجتماعي وتخصيص عدد محدود لإقامة الصلاة داخل المسجد نطمئن الكل على الضوابط على أن الحمد لله قائمة وأنها قاما زادت نحن من أيامنا الأولى في مسجدنا هون جامع التوفيق طوينا الفراش وعدلنا حمل التعقيم وتنظيف وعدلنا إشارات ليبقى الصف على مسافة معينة مرتاد المساجد عبروا عن سعادتهم وهم يدون الصلاة الجمعة في منتصف رمضان بعد خوفهم من عدم تمكونهم من أدائها بسبب جائحة كورونا حامد المولان وفرحين اللي شاهدوا الناس اللي قائمة على ذلك على أنها تتقدر تصل صليناهم مطمئنين وعدلنا ذلك النظام اللي مطلوب مننا الحمد لله سألين مولانا إن شاء الله التوفيق على أن إن شاء الله ماتت انقطع ويقعد إن شاء الله ذلك المرض إن شاء الله إلى جان إن شاء الله ويصرف إن شاء الله عن جميع البلاد إن شاء الله شيئا فشيئا تعود الحياة إلى طبيعتها طبيعة يحدد المواطن بالتزامه إجراءات السلام نهاية أفقها عاد الخطباء إلى منابر الجمعة وإرسنتهم تلهج بالثناء على الله شاكرين له نعمة تجنب البلاد خطر وباء عطل معظم شعائر الدين في أنحاء العالم الإسلامي وزكيان دول التي لا عهد قريب تفاخر بنظمها الصحية التي انهزمت أمام أولى ضرباته معلنة أن الوقاية منه تكمن في أخذ الحيطة والحذر دائما عبدالله يسلم الموريتاني ترجمة نانسي قنقر